موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم نيرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل غادر علي عبدالله صالح الحكم وظل اليمن صامدا لم يسقط ولم يتفكك ولم يتقسم غادر علي عبدالله صالح الحكم تاركا وراءه نزيفا من الأسئلة فإلى أين تسير البلاد وما هو مستقبل الاستقرار والأمن فيها هل لا زال صالح يحكم اليمن ولكن من وراء ستار وهل لزال مقيما في القصر الرئاسي أم أنه تنحى بالفعل هل حققت الثورة أهدافها أم أن النظام هو الذي حقق أهدافه وماذا يعني تحصين الرئيس من المحاكمة هل قرر الشعب اليمني أن يسامح النظام السابق على ما سفك من دماء ما الذي يحدث الآن في اليمن وما مستقبل البلاد بعد علي عبدالله صالح موضوع حلقتنا من قضايا وأراء فأهلا ومرحبا بكم مستقبل اليمن بعد تنحي الرئيس علي عبدالله صالح لمناقشة هذا الملف أرحب بضيوفي في الاستوديو الباحث والكاتب الدكتور علي نعمان المصفري كما أرحب أيضا بالأكاديمي اليمني الدكتور محمد جميح وأرحب أيضا بالدكتور سمير الشيباني عضو المجلس الوطني لقيادة قوى الثورة اليمنية فأهلا بكم ونبدأ النقاش سيد جميح دهني أبدأ معك سؤال عام ومفتوح هل يحكم علي عبدالله صالح اليمن أم أنه تنحى بالفعل بعد التوقيع على المبادرة الخليجية يفترض أن الرئيس صالح قد تنحى عن الحكم بالفعل أنا أريد أن أقول أن علي عبدالله صالح خرج من اللعبة السياسية تماما ولا يحلم أحد بعودة الرئيس مرة أخرى صالح إلى الحكم ينبغي أن يكون أصحاب المشروع الجديد واثقين من أنفسهم بأن فترة صالح قد انتهت مهما حاول الذين يحاولون أن يعيدوا هذه الفترة إلى سدة الرئاسة مرة أخرى إلا أنها فعليا انتهت من ذهب جربنا في اليمن من خرج من الرئاسة لا يعود إليها حتى وإن قال القائلون بأنه يعود من الباب الخلف لكنها تظل عودة ضعيفة لن تؤثر إطلاقا على مجردات الأمور في اليمن لأن ما يجري في اليمن تم باتفاق إقليمي ومحلي ودولي مدعوم بالأمم المتحدة لا تستطيع أي قوة محلية أو إقليمية أن تغير شيء في حقائق الأوضاع الموجودة التي ترى أن التغيير قد تم وأن أي محاولة لإعادة التغيير إلى الوراء سوف تفشل هناك بلا شك محاولات من قبل أقطاب السلطة الماضية بالعودة لكنها ستفشل هناك بعض الذين يحاولون في الحزب الحاكم عرقلت وأيضا في اللقاء المشترك عرقلت المضي قدما نحو التغيير لكنها ستفشل لأن هذا ربما يفسر بعض التوترات الأمنية في البلاد وسنأتي للملف الأمني وما إذا كان للنظام السابق إذا جاز التعبير له أي دور في ذلك لكن دكتور سمير شيباني هل تتفق بأن علي عبدالله صالح غادر فعلا أم أنه يشكل حكومة ظل الآن للرئيس الجديد؟ كثيرين كتبوا هذا الكلام قالوا بأن هناك حكومة ظل يقودها علي عبدالله صالح وأنه لا يزال يملي الأوامر بالذات على الأجهزة الأمنية على أقل تقديره أوافق أخي محمد بعض الشيء وأختلف معه بعض الشيء من الناحية الرسمية بناء على الاتفاقية وبناء على معطيات الثورة على الأرض التي قامت في اليمن واستمرت لمدة عام نستطيع أن نقول أن علي عبدالله صالح قد خرج غير مأسوف عليه من السلطة لكن في واقع الأمر وفرت العملية السياسية اتفاقية الخليج مخرجا غدا معه علي عبدالله صالح قادر على المناورة وهو لا زال يناور من خلال كما أشبت ما هو حجم المناورة أو ما هو شكل هذه المناورة؟ في الحقيقة مناورة خطيرة كيف يناور؟ علي عبدالله صالح لا زال يمسك بمفاتيح القرار لا زال في البرلمان أسمح لي شوية فقط لا زال علي الآنسي يتحكم بإدارة أجهزة الدولة لا زال القمش يتحكم بأجهزة الأمر السياسي لا زال حافظ محياد يتحكم بالمؤسطة الاقتصادية العسكرية لأكبر مؤسطة الاقتصادية في اليمن تتحكم بأكثر من 90% من تقارة اليمن الرسمية هذا الأمر لا زال يجعل علي عبدالله صالح قادر على التأثير وقادر على العودة باليمن إلى خط البداية طيب دكتور بدي أنتقل بس لدكتور علي عشان ما نترك هذه النقطة دكتور علي ما هو الفرق بين أن يكون علي عبدالله صالح رئيسا للمؤتمر الشعبي وبين أن يكون رئيسا فعليا للبلاد؟ أنا أعتقد الرئيس علي عبدالله صالح أسبق وشكليا الآن قد استفاد من تقربة منظومة الدول الاشتراكية رئيس الرئيس يعني يعني يكون رئيس الحزب هو رئيس ممتاز نفس شكل القذافي بالضبط القذافي لم يكن رئيس دولة القذافي كان الزعيم الأوحد علي عبدالله صالح لم يخرج إطلاقا من سدة الحكم لا زال يمسك بكثير من بيادق اللعبة السياسية وخاصة الأمنية والعسكرية إضافها إلى أنه الآن خلال الفترة الماضية من 21 فبراير حتى هذه اللحظة لم نقيد أي شيء قد تحقق على الأرض ولو حتى سنتيمتر واحد صنعة لا زالت عاصمتين عاصمة في الشمال وعاصمة في الجنوب لا زالت أيضا هناك المتاريس أنتقلت أو تغيرت فقط إلى الشوارع الخلفية لم يتم تحقيق أي شيء لا في المبادرة الخليقية ولا آليتها كما سميت المزمنة فبالتالي حتى رئيس القمهورية الحالي لكن تلحض استجابة للمبادرة شكريا المبادرة لم تأتي إلا لتخلق توازنات عسكرية وسياسية داخل عاصمة صنعة وبالتالي هي اعتبرت هذه ما ظل لحماية نفسها من الفشل الذريع عشان تحاول على الأقل ما تبقى بالماء الوقفة لدول الخليق في القرار السياسي وصناعته داخل صنعة فبالتالي هنا خليج للدور الخليجي والدور الإيراني فبالتالي الآن الرئيس علي عبد الله صالح هو سلم الحكم للرئيس الحالي عبد ربه منصور وهذه لمدة نص ساعة داخل دار رئيسة فقط وعاد من الخلف وهو الآن يدير رئيسا رئيسا وهو يرأس الحكومة في الظل الآن وبالتالي الآن ما يحصل على الأرض هناك هي عبارة عن تفكك وواضح للبنية الهلامية لهذا النظام إذن علي عبد الله صالح هو رئيس الرئيس باختصار هو الرئيس المدير تبع رئيس اليمني الحالي طيب سيد جميح ما هو يعني أنا سأعود لك دكتور سمير سيد جميح يعني إذا كان عصر علي عبد الله صالح وعهده قد ول إلى غير رجع كما تفضلت ما هو طبيعة الوجود القانوني لعلي عبد الله صالح ماذا يشتغل علي عبد الله صالح ما هي وظيفته الآن في اليمن نحن كنا نتكلم عن علي عبد الله صالح الشخص فهو خرج من رئاسة وعندما نتكلم عن علي عبد الله صالح النظام النظام لا زال موجود ممثلا بنصف أعضاء الحكومة حسب الاتفاقية الخليجية لكن ينبغي للناس الآن أن لا يظلوا مستلبين للماضي وأن لا تظل لديهم عقدة الإضطهاد الرئيس لا زال موجود شبح الرئيس لا زال موجود ينبغي أن نتحرر من هذا علي عبد الله صالح خرج من قصر رئاسي هناك نعم بعض المحاولات أمنيا وسياسيا وعسكريا من أجل محاولة توجيه دفة الأحليات في اليمن بالاتجاه الذي تريده السلطة السابقة لكن هذا لن يتم لن يتم لأن هناك إرادة دولية تحول دون ذلك إرادة إقليمية تحول دون ذلك إرادة محلية أيضا تحول دون ذلك الهامش المتاح لعلي عبد الله صالح والسلطة السابقة باللعب موجود لكنه يضيق يوم بعد يوم الرئيس هادي يثبت يوم بعد يوم أنه يضيق هذا الهامش الموجود فعلا وأنا لا أنفي يضيق هذا الهامش يوم بعد يوم بقرارات أساسية يتخذها عندما نقول أنه لم يحصل شيء نحن نتجاهل حقيقة أن الرئيس تنازل وخرج نحن نتجاهل أن الرئيس هادي اليوم موجود في القصر الرئاسي نحن نتجاهل أن هناك حكومة وحدة وطنية أيضا شكلت نحن نتجاهل أيضا أن هناك عملية حراك سياسي وأن العملية السياسية الجريدة قد اكتسبت شرعية دولية موجودة معترب بها وبالتالي أعتقد أن تغافل هذه الحقائق يعد نوع من الضعف نوع من الاستلاب الماضي نوع من الشعور بعقلة الاضطهاد وعدم التخلص من شبح علي عبدالله صالح وهذا ما يريده الرئيس يريد أن يظل شبحه موجود يسير دفة الأحداث نحن لا نريد أن نستلب لا نريد أن نكرس هذه الحقيقة صحيح ويحاول النظام السابق يحاول لكن أنا أقول أن الإرادة الدولية والإرادة الشعبية والإقليمية أيضا تحول دون ذلك وبالتالي لا خوف مع الزمن ستتقلص هذه الصلاحيات ومع الزمن سيضيق هذا الهامش البسيط من المناورة عموما بعض اليمنيين يتهمون أصلا قوة دولية بالتواطؤ مع صالح وليس بدعم النظام الجديد عموما دكتور سمير من أجل توصيف حقيقي لما يحدث حتى لا نختلف في مسائل أصلا نحن نسنا مختلفين حولها في الحقيقة أخص بالذكرى الأخ محمد وأنا ما يحدث هو بالفعل عمليات كسر عظم لا أستطيع ولا أستطيع حرس هو بقول لك أنه هو التي تضيق التي يلعب فيها على عبد الله صالح إذن فيه تغيير تدريجي لا فيه مؤشرات يوميا تصعد إلى السطح تؤكد أن هامش علي عبد الله صالح يضيق وأن علي عبد الله صالح يحشر في زاوية الخارق عن القانون علي عبد الله صالح كل يوم بالفعل يحشر في خانة لكن نص الحكومة من جمعاته نص الحكومة النظام السابق لا 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 أنا أريد أن أؤشر إلى هذه المسألة نصف حكومة الوفاق الوطني من المؤتمر الشعبي العام والمؤتمر الشعبي العام كان حزبا مستلبا كان تكوينا سياسيا هشا ليس له فاعلية كان يحركه علي عبد الله صالح هو رئيس المؤتمر لا 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 وتحرر بالثورة ما يحاول أن يثبت علي عبد الله صالح الآن هذا علي عبد الله صالح يحاول أن يختطف قيادة المؤتمر الشعبي العام مقددا ما حدث مع بداية قيام الثورة هذا الشق الكبير في صف كبير من القيادات المؤتمر الشعبي العام خرقت وأعلنت ولا أهل للثورة طبعا سنأتي على مشكلات اليمن الأخرى لكن ما ينبغي الإقراره والتأكيد عليه أن الاتفاقية الخليجية التي قبلنا بها على مضب أتت أكلها ولو ليس كما نبتغي واضح أنه دكتور علي لا يتفهم ما جئت هل المؤتمر الشعبي الآن تحت سيطرة علي عبد الله صالح أم تحرر نعم تحت سيطرة علي عبد الله صالح ولم يتحرر بعد هناك حمائم وسقور كما يقال عليها في المؤتمر لكن السقور هي التي تتحدد السياسة العامة لصنعها حتى هذه اللحظة بلا سكت وولاء حلي علي عبد الله صالح ثاني حاجة المفروض أننا نتحدث بشفافية في هذا اللقاء عشان الأخوة والمشاهدين في الوطن العربي يدركون قيدا ماذا يدور داخل صنعاء وليمن عامة هناك واقعان يتشكلان على الأرض واقع في صنع غامض حتى هذه اللحظة في مسألة الحسم السياسي الرئيسي في تحديد المستقبل القادم التي هو لازال في غليان وفي صعود وهبوط وهناك واقع آخر في الجنوب يتشكل هذا الواقع في الجنوب ممزوق ما بين ما يسمى الآن بأنصار الشريعة أو ما ينسبوهم إلى قاعدة القاعدة القصر الجمهوري التي كانت تابعة هي لرئيس علي عبدالله الصالح وانتقت من القصر الجمهوري لعبدالله الصالح وعليم عسون الأحمر والشيخ عبد المجيد الزنداني ونقل الصراع الآن الصراع ليس فقط في صنعاء نقل الصراع أيضا تحت هذه التسميات إلى الجنوب من أجل تهميش القضية الجنوبية والحراك الجنوبي ومسائل أيضا معالجة القضية الجنوبية وفقا لإرادة شعب الجنوب في استعادة الدولة والهوية الجنوبية العربية والجانب الثاني أيضا يريدون خلق توازن طبيعي في صنعاء بحيث لا يكون هناك ميلان في الكفة السياسية والعسكرية والأمنية لصالح جهة معينة في ظل تشكل واقع آخر في صعدة من قبل الحوثيين والذين هم كانوا في الحرب الخامسة على مقربة من دار الرئاسة في صنعاء بالتالي هنا الآن إذا استطاعوا الحوثيون من خلال احتلالهم أو سيطرتهم على المحويل وحقه أن نستولون على قزيرة ميدي التي تكون بالنسبة لهم مرفع آمن لكي يمكن أن يتشكل كيان سياسي آخر مستقل بهم تتحدث عن تقسيم اليمن جنوب والشمال هذا واقعا ما قلت تكلمته هو يتشكل هذا يتشكل بشكل عفوي وبالتالي كما كان الإمام الهادي في بني حجيش حينه وانتقل إلى صعدة من خلال الدولة المركزية القوية داخل صنعاء عندما ضعفت الدولة المركزية داخل صنعاء وهو ما أشبه الليلة بالبارحة سوف يتحول ذلك تذيقيا لأنه ثم تكون صنعاء قابقوا سينا أو أدناء تحت سيطرة الحوثيين هذا إذا تم أيضا تحارف وهو الآن يقري تحت الطاولة ما بين أيضا ما تبقى من نظام علي عبدالله صالح وبعض القماعات المنتسبة إلى الحوثيين إذن تعتقد أن فلول علي عبدالله صالح إذا جاز التعبير تلعب دور في بعض المشاكل الأمنية التي تشهدها اليمن علي عبدالله صالح الآن عاد من ولايات المتحدة الأمريكية برضاء كامل من ولايات المتحدة الأمريكية وخاصة من الاستخبارات عن منشائها المظلة التي وضعت لي علي عبدالله صالح هي لمواصلة مكافحات الإرهاب كما أيضا السبير الأمريكي دخل صنعاء صرح أكثر من مرة بهذه المناسبة مما يعني أن علي عبدالله صالح راجع من رحلة الإلاج بمشروع أمريكي بالضبط وهذلك أيضا علي عبدالله صالح الآن أثبت أنه عبارة عن أمير حرب داخل صنعاء مثلهم مثل الآخرين إذن زعيم إصابة بالضبط فبالتالي الأمريكان راضين عن هذا الموضوع مقابل أيضا الدور الذي يجب أن يلعبه ولم تنتهي مهمته بعد في استكمال البنية التحتية للإرهاب والقاعدة تحديدا في القنوب عندما تستكمل هذه المهمة وهي ما دللتها الأسابيع الماضية من تسليم العديد من الألوية للعسكرية والتابعة للقيش والحرس القمهوري في أبيان وبالقربة أيضا من محاولة عدن يدلل بما لا يدع مقال للشك من أن هناك خطة متكاملة قد رسمت لهذا الموضوع في كيفية استكمال هذه الدودة الشريطية داخل القنوب من أبيان بدأت ثم توالت إلى الشبوة والآن إلى لحق وعدن هدف هذه الخطة؟ هدفها في كيفية أن تكون الواقع مرواقع على الأرض من أن هناك تشكل آخر غير ما كان يسمى بالقمهورية اليمنية وبالتالي إخراج المخرجين من أيضا الحياة طيب دكتور أنت دخلتنا عن الموضوع الأمني سنرجع له لكن في الموضوع السياسي دكتور جميح المبادرة الخليجية وتطرقت بالحديث عنها وأنت والدكتور سمير المبادرة الخليجية تنص على الدستور وعلى اللجنة لصياغة الدستور ومن ثم انتخابات برلمانية يعني الشعور العام بأن تطبيق هذه المبادرة توقف عن تسليم السلطة التسليم الذي يصفه البعض بأنه شكلي إذا جاز لنا التعبير تسليم السلطة من علي عبدالله صالح إلى نائبه ماذا عن بقية بنود هذه المبادرة؟ هو المبادرة واضحة في تسليم السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين السلطة والمعارضة السابقة والمعارضة التي الآن سلطة بشكل مؤقت لأن الدستور الجديد ومن ثم انتخابات ثم دخول لأنها كانت مرحلتان انتقالية مرحلة الأولى ثلاثة أشهر تنتهي بانتخاب هذه ثم المرحلة الثانية سنتان من بعد انتخاب هذه تنتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة تكون تعددية لأن هذه لم تكن الانتخابات التي دخلها كانت تعددية فعلى كل نحن الآن في بداية المرحلة الانتقالية الثانية لدينا رئيس جديد لدينا حكومة وحدة وطنية هناك إشكالات كبيرة بحجم البلد هناك معاناة ومشاكل بحجم لمن كلها في الجنوب في صعدة كما ذكر الأخ علي لكن يفترض أن يدخل الناس يموتمر الحوار الوطني الذي من المقرر أن يبدأ هذا الشهر كل هذه المشاكل ستأتي إلى طاولة الحوار أو هكذا ينبغي أن تكون حسب الاتفاقية الخليجية وحسب الآلية التنفيذية لهذه المبادرة برعاية إقليمية أيضا ورعاية دولية اليمنيون يعرفون أن العالم يراقبهم بن عمر لا يزال يأتي ويذهب ويروح إلى صنعاء يرفع تقاريره إلى مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي عبر عن قلقه البالغ والشديد قبل أسبوع أو قبل أيام قلائل من الوضع الجاري في اليمن يدرك العالم أن هناك تباطئ في حل حلة الأمور السياسية وفي سير العملية السياسية في اليمن لذلك يرسل إشارات واحدة بعد الأخرى أنا أريد أن أقول أن الذين يحلمون بأن يتمزق اليمن إلى دولة شيعية في الشمال تم تدمن صعدة إلى صنعاء هؤلاء واهمون هم ليس حلم هذه مخاوف بعض الحريسين على اليمن هناك من يحرص هناك من يتخوف وله حق أن يتخوف هناك قلق حقيقي لكن هناك من يحلم وليس يتخوف هناك من يحلم في إيران وهناك من يحلم من أصحاب إيران داخل اليمن بأنها ستقسم وبأن صعدة سوف تحكم صنعاء والشمال سيستقل سيكون تحت إصالة سلطة الحوثيين وعلى المصفري وجماعاته سوف يحكمون الجنوب العربي وهذا أمر غير وارد لأن حقائق الأرض الموجودة اليوم ترى أن الثورة الشعبية الشبابية السلمية قد ألغت مكان قائم الحراك الجنوبي الآن كثير من قيارات الحراك على رأسهم الأخ الناخبي يرون بأن الثورة قد ألغت مقولة فك الارتباط وبالتالي الذين كنا نجلس معهم هنا على هذا المنبر ونقول لهم يا إخوان اليمن واحد والرئيس يذهب يقولون إذا ذهب الرئيس نتحد أنحا وأنتم لأن الذي يفرق بين شمالي وجنوبي هو نظام لعبدالله خارج السلطة فلماذا لماذا يصر الأخ المصفري على أن يطرح مسألة الجنوب أنا دقيقة واحدة أنا أريد أن أقول أنني التقيت أنا والأخ المصفري في يوم من الأيام على تلفزيون تلفزيون وقلت وقلت يا يا عنيد عبدالله صالح بإكثم المناسبة قال المشكلة وقلنا يا معي إذا ذهب علي وخرج من السلطة هل تردون بأن علي عبدالله صالح يخرج من المعادلة السياسية وتسقطون حق فكل الارتباط قال إذا ذهب علي عبدالله صالح وخرج من السلطة نحن من اليوم نقل إسقاط حق فكل الارتباط علي س hele مسطولي بس إسمح لي بس أعتقد نفيد الناس لأنه في حقه أهم سؤال هل هناك مخاوف من تقسيم أو لا بغض النظر هناك من يحلم أو لا يحلم هل هناك مخاوف من تقسيم في اليمن أو لا في ظل بقاء يد علي عبدالله صالح وأولاده وأركان حكمه القديم فاعلة كل الاحتمالات مفتوحة في اليمن لكن هي ليست أمنياتنا ولا أمنيات الأخ علي نحن نتمنى أن نتمكن كقوى ثورية جميعنا جنوبيين وحوثيين وبقية أبناء اليمن من أن نجد حل نرتضيه جميعا الحوار الوطني الذي اشترطناه والذي اشترطه حتى مؤتمر الجنوب الأول الذي انحقت في القاهرة بسقوف مفتوحة ينبغي أن يخرج بحلول كاملة قضية الجنوبية قضية جادة وحقيقية الدكتور علي طرح حقائق على الأرض قال لك هذول في مجموعة من المعطيات تدل على أن هناك تقسيم ربما أكثر من شمال وجنوب نعم يعني قد ينتهي اليمن إلى ثلاث دول وليس إلى دولتين كل الاحتيارات هل هذا وارد؟ نعم وارد هذا ما استنتجتم من كلامي الدكتور علي ويتحدث عن مشاهدات هل هذا صحيح؟ نعم نعم هذا الأمر وارد لو ظل علي عبدالله صالح وأولاده ممسكين بالمؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية منقسمة على هذا النحو سيجد ستجد القوى المعادية لليمن بمختلف اتقاهاتها فرص لنخر هذا القصد اليمن يوه تقسيمه وتقزيه هذا أمر واقع لهذا نحن مصرين على أن تكمل المبادرة الخليجية الشرط الأول من شروط الثورة التي جاءت المبادرة الخليجية لتحقيقها هي استئصال كامل لعلي عبدالله صالح وتأثيراته ما لم يتم استئصال علي عبدالله صالح ستظل القوى الأمنية اليمنية ضعيفة المالية للستئصال هل تسير بشكل بشكل يعني صحي هي كما أشار الأخ محمد تسير بخطة بطيئة بخطة بطيئة أنت عمو مجلس وطني لقيادة قوى الثورة في يمن نحن لن نطمئن لشي نحن نفعل من أجل تحقيق هذا لن نطمئن لشي لأن المسألة مفتوحة على كل دكتور علي كيف نحمل يمن من التقسيم أمام المخاوف التي تفضلت هي القصة ليس عملية التقسيم ولكن استعدت للبيئة السياسية المدمرة التي دمرت حين في عام تسعين بسبب المؤامرة الكبيرة التي قرت على الوضع السياسي حينه الآن يتشكل هذا الواقع نتيجة لإرادات شعبية حفوًا ما هي المؤامرة في السنة التسعين في السنة التسعين هو كيفية ما الذي تعلم به المؤامرة في كيف في كيف في كيف أنه يتعتبر أن الشمال اقتنص الجنوب في التسعين نعم وهذا ما أكد أكدوا احتلوا وقوة احتلال نعم وهذا ما أكد الدكتور عبد الكريم الأرياني في أحد المحاضرات في برلين بعد الحرب مباشرة 94 لحظة 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 ل لإرادة الشعب هناك في القنوب. ماذا يريد؟ وفقا لهذه إرادة السياتية في شماله وجنوبه هناك فيه رؤية واضحة على الأرض تشكلت واقع جديد آخر لا يستطيع واحد أنه يغطيه في غربال. الآن اللي موجود داخل القنوب أنا أتحدى واحد الآن يقول أنه القنوب لا زال يخضع للسلطة المركزية داخل صنعها. أنا أقول الآن يخضع للسلطة مين؟ الآن محضرت بكاملها استقل لك. يعني الآن الجنوب بحكم الأمر الواقع أصبح مستقلا؟ الآن داخل عاصمة صنعها أنا أسأل أستاذ محمد قميع أنت قيت من صنع قبل أسبوع صنعها هل موحدة؟ أم الموحدة؟ موحدة أم لا تنتهي؟ أجاوب أجاوب يا دكتور. أسألك سؤال بس حاضر يا أسأل علي. في سنة التسعين تمت واحدة باتفاق طرفين. لا 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 أنا أكيد من صنعها. أنا أكيد من صنعها. كانت لا تبتعد عن بعضها أكثر أحيانا من 200 متر قد زالت إلى حد كبير. لا أستطيع أن أستحضر نسبة معينة. لكن الذين اصطحبوني في رحلاتي وتجوالي في صنعها قالوا كانت هنا نقطة وكانت هنا نقطة. والآن صنعها لا تزال هناك بعض النقاط. لا تزال هناك بعض النقاط. لكن حكاية أن صنعها الآن مقسمة إلى قسمين كانت موجودة صحيح قبل التوقيع المبادرة الخليجية وتنفيذ الاتفاق الأمريل. أنت سألتني. الذي حصل الآن أن كثير من النقاط صحبت. الآن خلال الأسبوع الماضي حصل نوع من التوتر نعم واليوم موجود نوع من التوتر في بعض مناطق شمال صنعها. وزير الدفاع في جلسة للبرلمان قبل يومين قال أنه إذا لم تتم إزالة ما تبقى من النقاط العسكرية والأمنية التي تقسم العاصمة وقد خفت إلى حد كبير لكن لا تزال هناك نقاط عسكرية موجودة حتى نكون موضوعي. إذا لم تتم إزالتها خلال أسبوعين فإنني ملتزم بتقديم استقالتي. اجتمع بالأمس رئيس الجمهورية هادي باللجنة العسكرية للتأكيد على التزاماتها. وأمامنا أسبوعان نترك الأمر اللجنة العسكرية. لا نريد أن أطرح أننا لا ينبغي أن ننظر إلى الصعوبات لنجعلها أماني ونتشفى بأن الوضع بهذا الشكل. لا لكن السبكتور علي بيحكي لك عن واقع. لا هو يريد أن يقول أن صنعان. يقول لك الآن الجنوب خارج سلطة الصنعات. لا له شكرا اللي حاصل. إن كان هذا الصحيح فما أنه هناك. كثير من مناطق الدولة خارج صعدة تح سلطة الحوثيين. أبيان وبعض مديرياتها وبعض مديريات شبوة أيضا تح سلطة الأنصار الشريعة. هناك بعض الاختلالات الأمنية. لكن عندما نقول أن الجنوب قد استقل أو أن الشمال قد خرج أو صنعها خرجت. أكل مبالغ فيه. الدولة لا تزال موجودة بشكل أو بآخر. نحن ماذا نريد؟ نريد أن نسعى كما طرح الأستاذ سمير إلى أن نتيح فرصة العملية السياسية. لا نحاكم هذه من أول يوم مبدأ فيه حتى نصل إلى مخرج. لا نريد أن نقسم اليمن وليس حلمنا تقسيمه. نعود للدكتور سمير لمواصلة هذا الموضوع. مشاهدين الكرام اليمن ومستقبل اليمن بعد الرئيس علي عبدالله صالح. نتابعه في هذه الحلقة من قضايا وأراء فابقوا معنا. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قضايا وأراء. وموضوع هذه الحلقة مستقبل اليمن بعد تنحي الرئيس علي عبدالله صالح. أجدد الترحيب بضيوفي في الستوديو الدكتور علي نعمان المصفري الكاتب والباحث اليمني. كما أرحب أيضا بالدكتور سمير الشيباني عضو المجلس الوطني لقيادة القوى الثورة اليمنية والكاتب والأكاديمي اليمني. وأرحب أيضا بالدكتور محمد جميح الكاتب والأكاديمي اليمني. دكتور سمير كنا توقفنا عندك كيف نحمل يمن من التقسيم تحدثوا عن مخاوف حقيقية. اعتبرها الدكتور جميح أماني وأحلام عند البعض. والدكتور علي قال بأن هذا هو الواقع على الأرض. حتى الآن أتحول إلى عرافين أو ضاربي رمل ونقرأ النفوس. في حقيقة الأمر نحن في وضع ثوري. اليمن في حالة ثورية. الحالة الثورية غير الناضقة تفتح كل الاحتمالات. ليس فقط في اليمن في كل مكان. الاحتمالات تظل مفتوحة. هذا الأمر طبعا تترقب أيديولوجيات وتوقهات مختلفة لدى الناس. ما يميز الثورة الحالية الآن في اليمن أنها بلا قائد وبلا رؤية أيديولوجية موحدة. لهذا هي تقبل الجميع وتقبل كل الرؤى. لا يستطيع أن ينكر أحد أن اليمن عانى من نظام علي عبدالله صالح منذ الوحدة. مرورا بأربعة وتسعين. وحتى اللحظة الراهنة عناءا شديدا. وقد فاض الكيل بهذا الشعب. وخرج الشعب ليعلن صرخة. والآن يحاول أن يحقق أهدافه. هذه الأهداف لا تتمثل فقط. يعني أنت بتقول كل الخيارات مفتوحة. هل من بين هذه الخيارات انقسام اليمن؟ أجمل ما في اليمن أن كل الخيارات مفتوحة. وأن كل الخيارات اتفق اليمنين على أن يضعوها على طاولة الحوار للحوار الوطني. والخروج بالرأي الذي يرضي الجميع. كل الاحتمالات كل الحلول دون سقوف ودون خطوط حمراء ستضع المواضيع. هذا المرحلة الانتقالية لم تكن مستمر بأتقادك. كيف؟ هناك عقبة واحدة باقية. هي بالفعل إزالة يد التخريب المستمرة من قبل علي عبدالله صالح. وسلطة الفساد والاستداد الباقية. وهذه لا يستطيع أن يضمنها إلا الله. لا 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 لا. لا يستطيع أن يضمنها غير الله لو سمحت. يستطيع أن يضمنها غير الله. عندما توقف الرئيس عبدالرب ومنصور إلى السعودية. خاطب الملك السعودي. الذي هو أحد الرعاة الكبار للمبادرة. وأحد أولياء الأمر المسؤولين عن علي عبدالله صالح وشلته. وصرح الملك جهارا نهارا بأن علي عبدالله صالح أن يتخلى عن رئاسة المؤتمر الشعبي. وأن يخرج ليترك اليمن في حالها لمدة عامين. هذه الخطوة متقدمة جدا. وتؤكد على أن رغباتنا الثورية أمانينا الثورية تتحقق بعاملين. استمرار الضغط من الشارع. واستمرار تعبئة القوى الثورية. واللعب بورقة العملية السياسية. وإبقاء كل العروق حية. عرق القضية الجنوبية لا بد أن يبقى حيا ومتقدا. حق لا بد أن يطالب به أبناء الجنوب. القضية الحوثية لا بد أن تظل أيضا حية قضية الحوثية في صعدة. لا بد أن تظل حية. لا إلا الإخوة في صعدة أيضا حقوق. الإخوة في تعز لهم حقوق. الإخوة في الحديدة لهم حقوق. وهناك قضية هامية كبرى أيضا. وكل هذه القضايا ستطرح على طاولة الحوار الوطني. وبالحوار الوطني محده سيخرج أبناء اليمن بالحل الذي يستطيع. طيب دكتور سمير يعني دكتور علي بدي أنقل لعندك. أنت واضح جدا في كلامك بأنك تعارض مقاء علي عبدالله صالح في الحكم. والجميع هنا يعارض استمراره في الحكم. لكن بالوقت نفسه تحدثت عن واقع مأساوي. واقع دولة تتقسم باختصار شديد. يعني هذا كان مختصر حديثك. طيب معناته إحنا خلينا نترجى نبوس إيد علي عبدالله صالح أنه يرجع للحكم. لأن هذا الرجل هو الذي أنجز الوحدة اليمنية طوال ثلاثين سنة. فأنتم تتناقضون أنفسكم. يعني كيف لا تريدون علي عبدالله صالح. ومن ثم تتحدثون عن هذا الواقع المأساوي بمجرد انهيار النظام. يعني الدكتور سمير والدكتور جميح يتحدث عن نبرة تفاؤلية. أنتم متشائمون من رحيل صالح. وفي الوقت نفسه يعني لتعارضون صالح. فهمونا. هذه المسألة ليس مسألة أحلام. نحن نتحدث عن واقع ما نشاهده على الأرض. من العيب أيضا نتحدث ونستمر بالحديث النظري هذا الطباوي. الموجود الآن لحاصل أن الرئيس علي عبدالله صالح. هو قد حذر من هذه اللحظة التاريخية حينه. قبل أن يوقع المبادرة الخليجية حتى. عندما قال أنا أوما بعدي الطوفان. سيتقسم اليمن وقاعدة وصوملة. وانفلت أمني ومشاكل مع القاعدة. وتحولت عناصره. عناصره الاستخباراتية والأمنية والحرس القمهوري. بعد ما نزعوا اليونيفورم الزي الرسمي. إلى قاعدة إلى عناصر مسلحة. هي التي تخدش وتحرك كل شيء. وتحرك الحوثيين. وتحرك كل الأمور داخل البلد. الآن هم المقاميع اللي يعرفوهم الناس هناك في شارع. هم اللي كانوا في القصر القمهوري. بالتالي. بالتالي. الأفضل أن نطلب من علي عبد الله صالح. أن يسامحنا على هذه الثورة. وأن نبوس إيده. فلهذا الثورة. الثورة. لو لاحظت. لأن علي عبد الله صالح أفضل من الطوفان. لاحظة لاحظة. الثورة قد تم قرصنتها من الأيام الأولى. أصبحت الثورة للأسف تحت الخيمة. في الخيمة فقط. في الساحات الحرية وساحات التغيير. للأسف الشديد. رغم كل هذه المحاولات اللي بالفعل حاول أن يخمادها. والضغط عليها بقوة. وأستطاع بالفعل علي عبد الله صالح. وما تبقى من نظامه. إضافة إلى اللقاء المشترك. من قرصنة الثورة. وهم الآن على حساب الثورة. يحاولوا فقط المحافظة والمناسبة. يعني علي عبد الله صالح اختطف الثورة. مع الملقاء المشترك. نعم. دكتور. يا سيدي. دقيقة واحدة بس. الثورة التي بدأت في 2007 في الجنوب. فكرة في رؤوس اليمنيين عموما. انتشرت من عدن. وسرت مسر الدم في العروق على كل اليمن. من عدن إلى صنعاء. لن تخمد ولن يسرقها أحد. ولم تفرق بين الشمالي وجنوبي. وستنتصر. نحن لم نكن نفرق بين الشمالي. أولا. ان علي عبد الله صالح هو الذي حقق الوحدة في مقدمة. كاللي قلت. هذه في الحقيقة مغالطة تاريخية. لم يحقق علي عبد الله صالح الوحدة. حقق الوحدة ائتلاف قوى القنوب والشمال. وحافظ عليها علي عبد الله صالح. خربها علي عبد الله صالح. وقضى عليها في 94. ودبحها علي عبد الله صالح من الوريد إلى الوريد. طيب دكتور جميح طيب أنا أريد أن أطرح أننا ينبغي أن لا ننطلق من رغباتنا وننظر لها ثم نجعل الصورة السوداوية مأساوية ليس لنا إلا أن نقبل ما هو رغبة هل علي عبدالله صالح اختطف الثورة؟ ولان من يقود الثورة؟ لو أن علي عبدالله صالح اختطف الثورة لكان الثورة انتهت وأخمدت يا سيد الفاضل أنا صليت الجمعة قبل الماضية في ساحة تغيير في صنعة مئات الآلاف تعجبهم صنعة وهي مدينة واحدة ضمن عشرات المدن اليمني التي انتشرت فيها ساحة تغيير وكانت الجمعة جمعة تطهير القضاء أو جمعة استقلالية القضاء على كل الثورة الذين يتحدثون عن طرح اختطاف الثورة هم واحد من اثنين اما واحد يريد فعلا للثورة ان تختطف من اجل ان ينفذ من خلال اختطاف الثورة الى تحقيق مآربه في تقسيم اليمن او انسان ضعيف ليس لديه ثقة في نفسه يرى ان شبح الرئيس لا يزال يطارده ليلة نهار لكن الرئيس علي عبدالله صالح خرج من المشهد السياسي ينبغي ان نعي ونعلم ذلك واننا الان على قاعدة صلبة لكن يا دكتور جميح كيف لثورة انتصرت تعفو عن الرئيس الذي ولغ في دماء هؤلاء الثوار كيف لك ان تقنعني وتقنع المشاهدين بان هذه الثورة قابلة ان الالاف الذين شاهدتم في ساحات التغيير هؤلاء موافقين على مبدأ تحصين الرئيس ومبدأ ان يظل هو رئيس للحزب الحاكم ومبدأ ان يظل مقيمة في القصر الرئيسي الامر ليس كذلك وان يذهب للعلاج في امريكا على حساب الشعب اليمني هل الشعب اليمني هو الذي يوافق على ان يتكفل بعلاج الرئيس على عبدالله صالح يا سيد الفاضل لم يكن الثوار موافقين على منح الحصانة ولا الاخوان في مقس قيارة في ال فمن هو الذي منح الحصانة هذا هو واحد من الموجودين الآن في الاستوديو اسمح لي اشرح لك والالاف اللي شاهدت في ساحات التغيير اسرعلي الذي حصل اننا امام وضع سياسي وثوري وعسكري وامني معقد في اليمن اما ان نصل الى الحالة الليبية التي تكون فيها حرب اهلية واقتتال وندفع اثمان باهضة او ان نخرج باقل الاثمان ثم تبدأ عملية التغيير السياسي التدريغي هذا الذي ارتعاه اليمنيون اخطأوا اصابوا هذا ما تركوا للتأريخ ان يحكم على من اتخذوا قرار قبول الحصانة للرئيس والنظام لكن 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 في الاخير فضل اصابوا هي ما حدث من حصانة في الحق تداخلت مصالح الاقليم والعالم في ما يحدث من ثورة على ارض اليمن وهذا امر هذا الامر لا يمكن ان ينكره احد كما تتداخل الان المصالح الدولية والاقليمية والعالمية في سوريا وفي الثورة السورية وهذا لا يغمط حق الثورة في كونها ثورة ما حدث في اليمن ايضا تداخل للبسألة الاقليمية والدولية مع الشأن الثوري اليمني الداخلي وضعت المبادرة كمحاولة لاخراج التغيير الثوري الذي هو مطلب شعبي حقيقي باقل قدر من الخصائر لليمنيين وبضمانات مصالح العالم ومصالح الاقليم كانت اتفاقية بجلس التعاون الخليقي اتفاقية وقعت بين قيادة الثورة المتمثلة بالمعارضة الرسمية اللقاء المشترك والمجتمع الدولي والاقليمي تمت الاتفاق على هذا لم نكن موافقين عليها كان الخيار الآخر مزيد من الدماء مزيد من المخاطر حول على وحدة اليمن وبقاءها متماسكة قبل الشعب لاحقا باتفاقية الخليق طالما حققت له خروج آمن لعلي عبدالله صالح تنازل الشعب اليمني عن ثروات مهولة نهبها علي عبدالله صالح وأبنائه تنازل الشعب اليمني وكافوا بعلاج خمس نجوم في الولايات المتحدة لا سمحت لي تنازل الشعب اليمني عن دماء أبنائه لكن هذا التنازل تنازل مؤقت علي عبدالله صالح لن يفر من الحساب وسيأتي والزمن بيننا وسيأتي الوقت الذي يخضع فيه هذا الرقل للحساب لدماء الذي سفقها الآن أو التي سفقها في 94 أو القرائم الخمسة التي ارتكبها في حروب صادة علي عبدالله صالح حسابه موجود أريد أقول لك شيء واحد اتفاقية أنا آسف جدا اتفاقية بقلس تعاون الخليقي هي اتفاقية وقعت بين الثورة اليمنية والأمريكان والسعودية بالتحديد وعلى الأمريكان والسعودين أن يضمنوا حقهم ويضمنوا تحقيق هدف الثورة دكتور علي هذا يفتح الباب واسعا على دور الدول سواء الدول الجوار أو دول قوة دولية كبرى فيما يجري في اليمن ما هي مصلحة هذه الدول في أن تحمي علي عبدالله صالح شخصيا وإذا كان علي عبدالله صالح يتمتع بحماية من هذه الدول أليس نظامه أيضا يتمتع بحماية لها؟ الكتاب يبان من عنوانه كما يقال علي عبدالله صالح حسب المبادرة الخليقية كان يفترض أنه يبقى خارج البلد خارج اليمن وأنه لا يمارس أي دور سياسي لكن سافر للعلاج وأظن أنه هل هناك نص في المبادرة؟ لا لكن اتفاق عن مبدأه وتم الإعلان اتفاق جنت المان أنه يغادر اللي صار الآن اللي نلاحظه في المشهد السياسي الحالي الآن داخل صنعها أنه الرجل لا زال رئيس المؤتمر الشعبي العام لا زال أيضا في دار رئاسة لا زال أيضا يمسك مع أولاده وأولاد أخوانه بكثير من الأجهزة الأمنية والعسكرية لم يتم حلحلة الأمور بل تم خلخلة الأمور من خلال المبادرة الخليقية حتى هذه اللحظة لم يذكر هناك إيجابا أي تقدم في العملية السياسية اللي صاير الآن فقط عملية ترحيل وترقيع للخلخلة أو الفاقوات التي أصيبت بها العملية السياسية منذ بدايتها منذ التوقيع على ما تتبقنا جدرا من 23 نوفمبر العام الفايد الآن باختصار شديد ما هو في صنعها الناس كلهم على الزنات الفتيل القنبلة التي تتفجر لا زالت موجودة في القنوب سحق البلاد والعباد من خلال القاعدة أنصار الشريعة هذه الأوهام اللي موجودة الآن بالفعل تصبحها على الأرض وأيضا الملل أو التململ الواضح في عدم وجود أفق واضح مفتوح لحل سياسي لكل القضايا الماثلة في البلاد بما فيها ثورة التغيير التي أصبحت الآن عبارة عن شعارات ليس إلا بما يتعلق أيضا بالحراكة القنوبي والقنوط السياسية لا زالت هي الآن شعارات ليس إلا لأنها لم تنقض على صالح لماذا تعتبرها أنت شعارات فقط لم يحدث تغيير في البنية الهكلية من نظام السياسي وتحول النظام من نظام أجهزة إلى نظام عصابات الآن في إطار هذه العملية السياسية التزاوق والتلاقح اللي حصل الآن بين هذه الأنظمة والأجهزة تشكلت في مفردات استوعبها الواقع داخل صنعاء أو اليمن تحديدا وبالتالي أصبح الآن عبارة الرئيس علي عبد الله صالح عبارة عن رأس أو فتيل لهذه الشبكة الأمنية الاستخباراتية القائمة داخل البلاد طيب دكتور محمد جميح يعني دكتور سمير تحدث عن دور أمريكي ودور مخليجي في المبادرة هناك حديث البعض بسطة توقيع هذه المبادرة قال بأن علي عبد الله صالح الذي كان يعرقلها لعدة شهور وافق عليها في مقابل أن يحصل على تأشير الدخول إلى الولايات المتحدة من أجل أن يتلقى العلاج يعني هل هذا يعني هل مبادرة بهذا الشكل وطبعا بعد ما أدخل عليها التعديل ثم تعديل ثم تعديل هل مبادرة بهذا الشكل تدفع بالفعل إلى الإطمئنان للمستقبل السياسي للبلاد ولماذا لا تدفع إلى الإطمئنان إذا كانت مبادرة مقابل تأشير الدخول للولايات المتحدة من أجل العلاج هذا كلام إعلام مبادرة مقابل تأشير الدخول المبادرة هذه كانت منها باهظ من دماء أبنائنا من دماء شعبنا المبادرة هذه أيضا كانت ثمرتها مكلفة وباهظة للرئيس الذي أطاحت به وخرج من دار رئاسة المبادرة أيضا ستأتي على هيكرة الجيش عاجلا أم آجلا لأنه بند من البنود الأساسية في المبادرة أن تعاد هيكرة الجيش الذي هو المظهر عدم هيكرة الجيش الآن العنوان الرئيسي لما يحصل في اليمن من عدم حل حلة في الوضع السياسي لأن الجيش لم تعاد هيكلته أنا بالنسبة بشكل عام أقول أن المبادرة الآن أصبحت واقع أكتسبت شرعية دولية وإقليمية ومحلية وبالتالي لا يصغي عهدين تجاوزها بل أن المبادرة الآن هناك من يطرح بأنها أصبحت الآن هي دستور البلاد وهي برنامج عمل حكومة باسندواء وهي برنامج عمل الرئيس هادي كلهم خلال هذه المرحلة المتقالية برنامج توافقي الجميع وبرنامج عمل للرئاسة والرئاسة الوزراء على مدار السنتين القادمتين حتى تكون هناك حكومة منتخبة ورئيس منتخب جديد ندع هذه المبادرة تأخذ مداها لا نستعجل الأحداث لدينا عاما لدينا شهر هذا الشهر يفترض فيه أن يبدأ الحوار الوطني لا ينبغي أن نستبق هذا الحوار بوضع مزيد من العراقيل بس دكتور على ما شاهدت أنت في اليمن وعلى ما نسمعه في اليمن أليس عامين كثير مدة طويلة يعني يوميا في قصف يوميا قتل من القاعدة وحوثي المشاكل والجنوب والجنوب يخرج تدرجين وصنعاء نفسها مقصمة العامان المطروحان لا تعني أن الحكومة تمكث نائمة عن كل الملفات الأمنية وتظل مفرغة للحوار لا الجانب الأمني هو صلب هذا الحوار وإعارة الهيكلة لا بد أن تبدأ قبل أن يبدأ الحوار وإعارة الهيكلة تعني استعارة الآمن في صنعامها وفي بقية المناطق اليمنية أريد أن أطرح شيء لمشاهد العربي هناك من يسعى لإفشال الحوار الوطني قبل أن يبدأ هم مجموعة من الحراك انفصالي وليس كل الحراك في الجنوب هناك أيضا من يسعى لإفشال الحوار الوطني هم مجموعة إيرانية تدعمها إيران في شمال اليمن لا يريدون وهؤلاء الحوثيون الذين في الشمال وبعض عناصر الحراك التي تنادي بالانفصال وليس العناصر الشريفة في الحراك الوطني هؤلاء التقت مصالحهم يريد الحوثيون أن ينفصل الجنوب من أجل أن ينفردوا بحكم الشمال ويريد الانفصاليون في الحراك أن ينفصل الجنوب من أجل أن يحصلوا على دولة مستقلة كما يطرحون وبالتالي هدف تقسيم الوحدة اليمنية تقسيم اليمن وهذا مشترك بين الحوثيين في الشمال وبين بعض العناصر الإنفصالية في الحراك بس قبل أليس هناك سؤال مهم أليس هذا مدعاء إلى أن نبحث لماذا يريد بعض الجنوبيين كما تفضلت أن ينفصلوا نعم ألم يتعرض لهم هناك قضية جنوبية عزيزي لا ننكر أن هناك قضية جنوبية حقيقية هناك قضية مطلبية جنوبية هناك قضية جنوبية ينبغي أن نعترف بها ونحن نعترفون بها ينبغي أن توضع على طاولة الحوار وهي أيضا من أولى أولويات طاولة الحوار قضية الجنوب لكن هذه القضية لا يمثلها هذه القضية لا يمثلها الانفصاليون في الحراك يمثلها أبناء الجنوب أبناء جنوب النصوم والجنوبيون ليسوا الحراك وليس العناصر الأمنية التابعة للقصر القمهوري اللي يحدد ملامح الواقع القديدة لا يحدد للجنوبيين يريدون الانفصال الآن أنا أؤكد لك أن التسعة وتسعين في المئة أن لم يكن مئة في المئة هم الآن يريدون استعادة دولتهم وهويتهم الجنوبية الهوية الجنوبية فبالتالي سياتي سياتي لا نستبق الأمور الأوطان لماذا يريدون يعني لماذا يريدون الانفصال يعني السعودية فيه هوية في الشرق بتختلف عن الغرب طيب 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 أهل المنطقة الشرقية لا أعلم الانفصال وفي الأردن في الأردن بلد صغير وفيها 15 هوية أنا أقول لك حاجة واحدة اللي عانوه أبناء الجنوب خلال فترة 20 سنة منذ 22 مايو 90 حتى هذه اللحظة لم يعانوا حتى أخوانا في فلسطين من الضرم والقتل والإضطهاد يعني النظام علي عبدالله الصالح أسوأ من الاحتلال لا تسوأ من الاحتلال الصهيوني للفلسطين الآن اللي يتحدثون بهذه العواطف أنهم انفصالين يا أخي نحن مش انفصالين في القنوب نحن دولة حتى 22 مايو 90 دولتنا ستعود اليوم أو غد الأوطان لا تنتهي بالتقادم ولا يمكن أبدا عناصر أمنية لحظة 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 أبناء القنوب ماذا يريدون يريدون الأمن والاستقرار ويعيشون في وطنهم اللي يعيش فيهم وما يعيشهش فيه إذا كانوا هذه القادر لحظة عشانا نخلص الفكرة الآن عملية التهميش عملية القتل اللي صارت والاعتداءات والتسلب والنهب لكل شيء داخل القنوب لم يبقى للقنوبين فقط إلا الهواء تصوأ الهواء غير ذلك لا لا يوجد لهم فبالتالي الآن يريدون وطن وطن يحميهم وطن ملاذ آمن يستطيعوا أن يبنوا مستقبل أجيالهم ويأسسوا الطريقة الحقيقية في عوضة القنوب إلى عملية التطور الإنساني المشهد ودمرت داخل القنوب المبادرة أولا هي واحدة من المعارك الثورية القائمة الآن المبادرة الخليجية التي كنت تتكلم عليها كان بدخل الحديث في البداية هي معركة من المعارك علينا أن نتعامل معها على هذا الأساس أننا نصر على تحقيق أهدافنا من خلال المبادرة الخليجية وفق الإمكان ولا ينبغي أن يغيب عن أدهاننا أن القوى المضادة للثورة ستستمر في إعاقة هذه المبادرة وأقصد بالقوى المضادة للثورة ألي عبدالله صالح وأبنائه وأبناء أخيه وأعوانه المختطفين لبعض أركان الحكم واحد أما فيما يتعلق بقضية القنوب في 1994 خيضت ضدنا حرب ظالمة اضطررنا كلنا لحمل السلاح ضد علي عبدالله صالح وقاتلناها نشأت على أثر حرب 1994 مظالم كبيرة تم استباحة القنوب وتم تحطيم تقربة اليمن المدنية التي أسست في 1839 تحطيمها تحطيما كاملا لصالح تقربة متخلفة في بناء بيروقراطية مريضة لم تنتج إلا عن الخرابة التي نراها الآن في الشمال والقنوب وما هو الحل؟ الثورة التي قامت العام الماضي هي وحدها التي أعادت الاعتبار للوحدة في أدهان أبناء القنوب كنا كلنا رافضين الاستبرار في تلك الوحدة السيد دكتور علي بحكي لك مئة في المئة لا 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 أنا جاغ بالإنفسار أنا جنوبي أنا جنوبي والأخ علي جنوبين وأنا هريدよ كل شي واحد هناك 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 قزء من أبناء القنوب سمح لي هناك قزء من أبناء القنوب قزء من أبناء القنوب بالفعل يطالب وقزء كبير وغزء كبير ما أدريش ما أقدش لو سمحت ما أستطيعش ما أديش حصائية علي بس أبني هذا بناء على حصائية أطينا الفكرة بغد النظر عن النسبة هي ثلاثة هناك ثلاثة أقصام بالفعل في داخل القنوب قوة تريد الانفصال هذه القوة كبرت أو صغرت لن نستطيع أن نكتشفها إلا باستفتاء حقيقي وباستقراء حقيقي لأراء أبناء القنوب وهناك قوة تطالب بإعادة سياغة الوحدة على أساس فيدرالي وهذه القوة لا نستطيع أن نكتشف قوتها إلا بناء على استفتاء وطني وعلى حوار وطني وهناك قوة أخرى تريد التمسك بتقريبات الوحدة والبقاءة الوحدة لأنه لناش وقت كثير هذه المظلمة التي قررت هناك مظلمة محمد مقير بأن هناك مظالم كيف الخروج منها الخروج منها عبر الحوار الوطني بعد أن قامت الثورة وحررت الجميع من استبداد علي عبدالله صالح علينا أن نقلس إلى طاولة الحوار ونتفاوض بعقل مفتوح وبقلب مفتوح وبصدق نية لنصل إلى حلول حقيقية تضمن حقوق الجميع أنا أعتقد أن الحل النهائي لهذا الواقع المزري الذي تشكل في القنوب أن نستقيب إلى استحقاقات أبناء القنوب إلى الإرادة السياسية الشعبية عشان أنه على الأقل نتعلم الدموقراطية والشفافية في الأمور ننزل إلى رغبة الشارع في القنوب ماذا يريده وبالتالي هنا يكون الحل الرئيسي كيف؟ استفتاء عام مثلا إما بالانفصال أو بالانفصال؟ هي استفتاء لما يكون أقلية لكن القنوب حتى 2290 كانت دولة الدولة هذه دمرت وخربت من خلال مشروع إعلان مشروع التواحد مع القارة الجمهورية العربية اليمنية صار ما صار أبطلعوا القنوب الآن لابد نعيد البيئة السياسية لطبيعتها عشان أنه نمشي الأمام دون ذلك إذا نحن الآن نعتقد أنه في مشاريع في القنوب هذا مع الفيدرالية وهذه مع المفصال والآخر هذه كله عبارة عن وهم عبارة عن كوابح في أنه كيفية نعطل العملية السياسية داخل القنوب أنا أطمئن الأخ علي وأطمئن نفسي والأخ سمير إلى أن هناك تجاوب كبير بعد زيارات متبادلة لقيالات الحراك في الخارج وقيالات الثورة وقيالات الثورة في الداخل عن نفر واحد في ألمانيا وفي غيريا هناك زيارات تمت بين قوة قيالات الثورة في الداخل وقيالات الحراك أبدت قيالات الحراك في الخارج تجاوبا كبيرا ما عدا من قيالة البيض الذي يتبعه الأخلي أبدوا تجاوب كبير كانوا مقموعة في القارة أكتبعوا القارة أبدوا تجاوب كبير للدخول في طاولة الحوار اليوم موجود من ضمن عناصر الحراك العناصر الوطنية في الحراك الأخ محمد علي أحمد الذي كان موجود هنا في برمنجهام والآن موجود في عدن عاد إلى عدن هناك أيضا ترتيبات وهم مع الحوار هناك الآن دعني أكمل أنا أريد أن أقول حاجة واحدة أن الذين سعوا لإفشال الانتخابات في عدن هم الذين لا يريدون الحوار الحوار لا يعنينا في القنوب خاصة وهذا أعلنوا من أنتم كل القوة نحن أبناء القنوب الآن مكونات الحراك الاستقلالية داخل القنوب أجمعات على رأي واحد أنه التفاوض مع الحكومة الحالية في صنعها بإشراف دولي هل قرأوا العطاس؟ العطاس نفر ما يمثلوا شعب القنوب؟ ولا علي ناصرهم ثلاثة أنفار تذكر؟ لا أستاذي بصحيح الكلام بصحيح ثلاثة أنفار يمثلوا شعب القنوب؟ لا لا أنا مع الأخ علي إنما علينا أن نبدأ حوار بيننا بين أبناء القنوب أولا فلنبدأ أبناء القنوب حوارا نحن لا نستطيع أنا دهب أنا حضرت مؤتمر أبناء القنوب في القاهرة حضرت أكثر من 900 عضو ورفضت مجموعة حضور المؤتمر من الناس أنا كنت أتمنى أن نستطيع أن نجمع كل أبناء القنوب وهذا ما نسأله الآن دكتور سمير في عشر ثواني ما هو مستقبل اليمن؟ ما هي السيناريو الذي تتوقعه؟ بس عشان نختم فيه بزوال علي عبدالله صالح وزوال نظام الفساد والاستبداد سيعاد بناء اليمن السعيد بإذن الله وسوف يحق الحق لكل أبناء اليمن قنوب وشمال شرق وغرب خمس ثواني دكتور علي ما لش؟ شوف إذا نريد بالفعل أن نخرج من هذا المأزق علينا أن نستقيب للإرادتين إرادة أبناء القنوب الإرادة السياسية وإرادة ثورة التغيير ماذا تريد؟ إذن ممتاز وأنا أؤيد ذلك أننا ينبغي أن ندمج بين إرادة أبناء الجنوب إرادة ثورة التغيير والدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني بنفوس صافية وبنواية من أجل التغيير ومن أجل الحفاظ على وحدة اليمن التي هي سقف ينبغي أن نتحاور تحته جميعا شكرا جزيلا وأشكر ضيوفي في الاستوديو الدكتور علي نعمان المصفري كما أشكر الكاتب والباحث اليمني كما أشكر أيضا الدكتور سمير الشباني عضو المجلس الوطني لقيادة قوى الثورة اليمنية والكاتب والباحث اليمني وأشكر أيضا الدكتور محمد جميح الكاتب والأكاديمي اليمني حتى موعد آخر في قضايا وآراء جديدة مع قضايا جديدة ومع آراء جديدة حتى ذلك الحين أستودعكم الله اشتركوا في القناة